في إطار احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية المجيدة أقامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية احتفالا شهده سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بحضور عدد من المديرين العامين والضباط ومنتسبي الإدارة وبهذه المناسبة رفع سعادة رئيس الأمن العام أسمائيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية حفظه الله معربا عن فخره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين من منجزات وتقدم وازدهار في كافة المجالات وعلى كافة المستويات لا سيما على صعيد حفظ الأمن والنظام العام وصون حقوق الإنسان مشيدا بدور منتسبي الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن من جهته ألقى مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كلمة عبر فيها عن فخره بما حققته البحرين من إنجازات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حتى أصبحت البحرين عضوا فاعلا في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وتنعم بالأمن والنهضة العمرانية والحركة الاقتصادية بعد ذلك قام سعادة رئيس الأمن العام بتكريم ضباط الاتصال في السفرات الخليجية بالمملكة تقديرا لجهودهم في تعزيز أواصر التعاون الأمني بين مملكة البحرين وشقيقاتها الدول الخليجية ومن ثم تكريم مجموعة من منتسبي الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومجموعة من المتقاعدين من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تقديرا لعطائهم خلال فترة خدمتهم متمنيا للجميع التوفيق والنجاح